أشهد عضو مجلس النواب صلاح أبو هميلة خلال تصريحات خاصة لتلفزيون المصري بموافقة مجلس النواب على اتفاقية صدافة القاهرة لمقر وكالة الفضاء الأفريقية مما يدعم صناعة الفضاء في مصر كان فيه مشروع قرار بإنشاء هيئة الفضاء الأفريقية يبقى مقرها في مصر طبعا مصر دايما بتصديف مثل هذه المجالات الحقيقة عندنا أكثر من نشاط مقر في مصر ومصر يعني مؤهلة لكده حقيقة بين الدول الأفريقية على فكرة كان فيه منافسة شديدة جدا بين خمس دول لاستضافة الوكالة دي والحمد لله ربنا أكرمنا أن احنا خدنا استضافتها في مصر وده حاجة طبعا سواء علمية أو تقنية حاجة كويسة جدا في المستقبل القريب والحقيقة احنا أصلا علميا مؤهلين لكده أن عندنا أقمار صناعية موجودة المصر تمتلك أقمار صناعية عدة أقمار صناعية وده حاجة ساعدنا في المستقبل القريب على استكمال هذه المنظومة الفضائية